اشتركوا في القناة 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 حسام حسن المديري الفني لمنتخبنا للقايمة اللي اختارها لمبارتاي كابفيردي وبيتسوانا المنتخب تأهل وحسن تأهله خلاص لكاس الأمم في المغرب ولكن النهاردة عمل قايمة اختيرات نتيجة بعض الغيابات والإصابات فواخد لعيبة ممكن تكون موجودة لأول مرة الكل يدخل ويشارك ويجاوب على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك والإستجرام وعلى منصة اكس وأستعرض كل ده في الجزء الأخير من برنامج الترند وهيكون بالتأكيد معنا في الفقرة دي الفقرة الحورية الكاتب الصحف يا نستاذ عبدالحكيم أبو عالم لكن نروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي كولر يطلب تقرير عن الدوليين والمصابين وفي الترند المحلي اندام مرموش ومصطفى محمد للمنتخب اليوم وفي الترند العالمي الإصابات تضرب برشلونة قبل التوقف الدولي ناس كتيرة ممكن تكون مستنية مننا دلوقتي بقى جدول المباريات نروح للبريمير ليج والليجة والكاليتش والإيطالي النهاردة ما فيش مباريات بدأت الأجندة الدولية لا مباريات أوروبية ولا مباريات محلية فترة أجندة هنشوف فيها مباراتين لمنتخبنا يوم 15 ويوم 19 15 خارج مصر في ملعب الرأس الأخضر و19 الختام أمام بتسوانا في نفس توئيد إقامة مباراة موريتانيا والرأس الأخضر لعله وعسى يكون فيه فرصة للفريق الموريتاني الفريق العربي اللي بتأهل لكاس الأمم في المغرب فاصل وبعد الفاصل فقرة توب نيوز عندنا أخبار خاصة وحصرية على شاشة طنات الآن أعلا بحضراتكم من جديد قبل ما أدخل في فقرة توب نيوز عايز أبارك لفتياتنا اللي مباراة هتوجه بالتأكيد بالبطولة السوبر المصري بعد التفوق على سبورتينج ملكات السلة بالأمس تواجن بالفوز بكأس السوبر في بداية الموسم وفي مستهل هذه البطولات في موسم كرة السلة انطلاقة جيدة بداية جيدة للجهاز الفني أكيد يعني الفوز على سبورتينج دفعة قوية جدا ألف مبروك أكيد أفلوا الصفحة هيشتغلوا على البطولات اللي جاية ولكن احنا شايفين الفتر الأخير النشاط الرياضي عامل إنجازات رائعة جدا في كافة المجالات منتكلم على كرة السلة كرة اليد كرة الطيرة طبعا بخلاف طبعا إنجازات فريق الكرة بأمانة احنا بنشوف طفرة رياضية على مستوى عالي جدا فكانت فرصة مهمة احنا النهاردة في بداية التوب نيوز لبرنامج التريند والخبر اللي كان مهتم بيه جدا كل المتابعين لكرة السلة بالأمس على السوشيال ميديا تتويج ملكات السلة بلقب كاس السوبر المصري بعد التفوق على سبورتينج ألف مبروك لفتياتنا هذا التتويج وشايفين طبعا دكتور محمد شوقي ممثل مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج وحصول بنات الأهلي وسيدات الأهلي على المركز الأول وهنفوز بكاس السوبر المصري طب نروح بقى على مستوى فريق الكورة والنهاردة على مستوى فريق الكورة عايز أفاجئ حضراتكم بخبر مهم جدا وهو مشاركة الأهلي في اجتماعات وورش عمل سيعقدها غدا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في قطر بحضور مين؟ بحضور الأهلي وريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي والفريقين المتباريان على درب الأمريكتين يوم 11 نوفمبر النادي الأهلي غدا من خلال وفد هيكون ممثل وفد الأهلي المهندس سمير عدلي مدير الجهاز الإداري للفريق الأول هيسافر غدا صباحا عشان يحضر ورش عمل واجتماعات متتالية ومكسفة مع مسؤول الاتحاد الدولي في مكتب الفيفا في الدوحة مع النادي الملكي نادي ريال مدريد الأسباني وباتشوكا المكسيكي الذي ينتظر الفائز من درب الأمريكتين عشان يحددوا ملاعب التدريب فنادئ الإقامة وكمان هتكون فيه زيارة ميدانية لملعب 9-7-4 اللي هيستضيف مبارتين يوم 11 ديسمبر و14 ديسمبر وأيضا بإذن الله فيه زيارة كمان لستادلو سيل اللي هيستضيف مباراة النهائي على كأس فيفا انتر كونتيننتل مع ريال مدريد بإذن الله ان شاء الله تكون هذه الزيارة لستادلو سيل فقل خير للنادي الأهلي إن تكون زيارة المهندس سامير عدلي بإذن الله نادي الأهلي يتخطأ المباراة الأولى ثم يشارك في المباراة التاريخية أمام ريال مدريد طبيعي مش هنتكلم على المباراة التانية المباراة التانية هتخص الريال فقط ولكن أنا بشرح لحضراتكم كل ما يتعلق برحلة المهندس سامير عدلي غدا إلى قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات الهامة جدا وعايز أأكد لحضراتكم كمان إن بكرة هيكون فيه مؤتمر صحفي لللجنة المنظمة المحلية في قطر عشان تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بحجز التذاكر كافة التفاصيل المتعلقة بالفعاليات اللي هتتم على هامش إقامة المباراة في الفترة من 11 ديسمبر حتى 18 ديسمبر فعلى مدار 48 ساعة المقبلة النهاردة هل نتكلم في يوم الاتنين 3 وال4 وعودة وفد الأهلي هيكون يوم الخميس في 48 ساعة هيكون في زيارة ميدانية واجتماعات وصيل كثيرة جدا متعلقة بلوايح البطولة الإجراءات الطبية ملاعب التدريب فنادي الإقامة زيارة ميدانية لملاعب المباريات اللي هتصدف هذه المباريات وأكيد احنا عرفين إن الاتحاد الدولي فيفا ليه مكتب في قطر فهيكون كل المناقشات دي مع مسؤول الفيفا ودارة المسابقات مع الفعاليات اللي هتنظمها اللجنة المنظمة المحلية ده خبر توب نيوز بنقول لحضراتكم وأكيد في 48 ساعة اللي جاي هيكون عندنا لقطات وكواليس حصرية بحضور الأهلي وريال مدريد عالمية بتتكلم في الأهلي العالمي بتتكلم في القلعة الرياضية الأولى على مستوى إفريقيا والوطن العربي العالمية بتيجي بالأفعال وليست بالأقوال طيب نروح للجانب التاني وهو خبر مهم جدا بالنسبة للتوب نيوز يمكن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية بينهي إجراءات سفر السنائي محمد هاني وكريم فؤاد ليه في رحلة إلى النمسا عشان يبقى فيه فحوصات للإتمينان على البرنامج العلاجي الخاص بالسنائي مع أحد الأطباء اللي أكيد كان مشرف قبل كده على العملية الجراحية اللي خدها كريم فؤاد وأكيد هيتطمن كمان على محمد هاني ده جانب مهم جدا قبل الاتنين ما ينزلوا للتدريبات أو في استكمال البرنامج العلاجي خبر آخر متعلق بعلي معلول ناس كتيرة بتقول ممكن نتطمن على العلي ونشوفه بعد الأجندة الدولية كده كده خلال الشهر ده هنتطمن على العلي معلول سواء بعد الأجندة الدولية أو في نهاية شهر نوفمبر لأن الجهاز الطبي حريص جدا بقيادة دكتور أحمد أبو أحمد جبالة على أنه يحدد التوقيت الزمني المناسب لمشاركة تعلي معلول في التدريبات الجماعية فسواء بعد نهاية الأجندة الدولية أو في نهاية شهر نوفمبر هنتطمن على العلي معلول قريب جدا جدا ولكن ليه بقول الخبر النهاردة؟ عشان الأجندة الدولية هتنتهي مثلا منتصف الأسبوع اللي جاي ممكن ناس ما تلاقيش علي فتقولك هوا فينا علي معلول لا يا بعد الأجندة يا إما في نهاية شهر نوفمبر عشان نتطمن على واحد من نجوم النادي الأهلي الظاهر الأيصر علي معلول لسه عندنا تفاصيل وكواليس ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد فاكرين من حوالي أسبوع عشر أيام كده كنا قلنا لحضراتكم إن فيه اتجاه لدى الاتحاد الدولي فيفا لإجراء مراسم قرعة النسخة الأولى من منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم خمسة ديسمبر أنا عايز ألكم في الفصل ومنذ دقائق قليلة جدا الاتحاد الدولي النشر رسميا عبر موقع الإلكتروني ما أعلنناه هنا في برنامج الترين وتحدد رسميا إقامة مراسم قرعة النسخة الأولى من منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادي يوم خمسة ديسمبر القرعة بإذن الله هتتعامل الساعة السبعة بالتوقيت المحلي في أوروبا يعني بنتكلم ساعتها على فرق التوقيت يعني أنا نحسبها معكم وإحنا شغلين في الحلقة عشان فرق التوقيت توقيت جرينيرشو توقيت أوروبا مع التوقيت المحلي أنا أعرفها ونقول لكم بالضبط توقيتها بقى الساعة كام بالتوقيت المحلي في القاهرة ولكن القرعة هتكون بإذن الله الساعة وحدة الظهر بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدة الظهر في التوقيت المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة يا 7 يا 8 هأكد معكم لأن لسه الإيميل جاي حالاً دلوقتي من الاتحاد الدولي بإجراء مراسم الأرعى يوم 5 ديسمبر كما أعلننا من قبل وهتكون الأرعى حوالي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والأرعى زي ما أنتم عارفين هتكون موجودة أو هتتعمل تحديداً في مدينة أولاية ميامي هي اللي هتستضيف هذه الأرعى بإذن الله يوم الخميس 5 ديسمبر وهنشوف بقى وقتها التصنيف والفرق اللي هتشارك معنا في هذه البطولة طبعاً لسه متبقي فريق من الـ 32 لسه لم يتحدد رسمياً في انتظار نتيجة مباراة أكلتكومينيرو البرازيلي مع بتوفيجو البرازيلي هتتلاعب بإذن الله يوم 30 نوفمبر في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس طبعاً كنا عارفين أن الملاعب في 12 ملعب هيستضيف مباراة البطولة ولكن ده كان خبر مهم جداً لازم أبدأ به هذه الفقرة لأنه ده تأكيداً لانفراد برنامج التريند منذ حوالي أسبوع 10 أيام أن القرع يوم 5-12 ودلوقتي الفيفا أعلنها بشكل الرسم طيب نروح كمان لخبر مهم جداً متعلق بانطلاقة الآلي في مباراة دوري أبطال إفريقيا النادي الآلي هيلعب 3 مباراة في الدور الأول لدور الأبطال 26 نوفمبر مع أستاذ أبيتجان 7 ديسمبر مع فريق أورلاندو بايرتز و22 ديسمبر لقاء مؤجل مع شباب بولزداد الجزائري دي موعيد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الانطلاقة والبداية بين الأهلي وأستاذ أبيتجان المباراة يدرها طاقم تحكيم من الجابون بقيادة باتريك مبيان باتريك مبيان هو حكم مباراة الأهلي وأستاذ أبيتجان يوم 26 نوفمبر على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الجولة الثانية أمام أورلاندو بايرتز في جوهانيس بيرج يوم 7-12 هذا اللقاء هيديره طاقم تحكيم موريتاني طب نبدأ مع بعض أول صورة هو ده الطاقم الجابوني ده الحكم الجابوني باتريك مبيان هو حكم مباراة الأهلي وأستاذ أبيتجان طيب نروح للمباراة الثانية مباراة الأهلي مع أورلاندو في جوهانيس بيرج هتتلاقي بيوم 7-12 هيديرها طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بو نروح للصورة الثانية لطاقم التحكيم في مباراة أورلاندو والأهلي عبدالعزيز بو هو حكم مباراة أورلاندو بايرتز مع الأهلي في جوهانيس بيرج طب المباراة الثالثة أمام شباب بولوزداد هي مباراة من المعروف يعني تبقى الجدول هتتلعب يوم 14-12 ففي التوقيت ده هتتأجل لأن الأهل عنده مباراة كاس التحدي في قطر طيب بولوزداد مع الأهل في القاهرة هيتلعب إمتاك المعاد المبدئي حسب المعلومات اللي عندي غالبا عقب عودة الأهل من قطر والمعاد الأقرب يوم 22 طيب هل تم اختيار طاقم التحكيم؟ معلوماتي أن لجنة الحكام في الكاف بتفكر في إسناد إدارة هذا اللقاء لطاقم تحكيم عربي لسه بشكل نهائي ورسمي لم يتم الاستقرار على اسم الطاقم ولكن معلوماتي أن طاقم تحكيم عربي هو اللي يدير مباراة الأهل وشباب بولوزداد في الموعد المحدد يعني بشكل مبدئي يوم 22 ديسمبر وعقب عودة الأهل من قطر بإذن الله إذن دول ثلاثة واقم تحكيمية لمباراة الأهل في الدور الأول لدور أبطال إفريقي أمام أستاذ أبتجان أمام أورلاندو بايرس الجنوب إفريقي ثم مباراة شباب بولوزداد في القاهرة والمؤجلة نتيجة مشاركة الأهل في كأس فيفا انتر كونتيننتل طبعا الدوري التاني لسه هيبدأ في يناير فلسه طبعا مواعيده وحكامه وتوقيتاته كلها لسه ما تمش تحددها طب بالمناسبة كمان في زل حالة اللغة اللي موجودة على بعض الحكام اللي موجودين في الدور المصري عايز أقول لكم النهاردة كنتم أتكلم مع مسؤول بارس جدا في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي وزدكم من الشعر بيت النهاردة قال لي معلومة محدش واخد بالو منها في الإعلام الراد في مصر بسأله هل تم الإسناد لعدد من الحكام المصريين في المباراة الإفريقية اللي جاية قال لي آه قال لي كل الحكام المصريين اللي معانا دايما في كل المباراة موجودين في المباراة اللي جاية ولكن قلت له اللي حصل في وقعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي هل ممكن تؤثر على تواجد محمد عادل أو أي من الحكام المصريين في الفترة اللي جاية الراجل فاجين برد فني مهم جدا قال لي انتوا بتتكلموا على مناقشة انتوا بتتكلموا على مناقشة فين القرار اللي قدر أحاسب عليه الحكم انه قالوا في محادسة الفار وراح نفذ عكسه بطلوب معنى ايه قال لي ببروتوكول الفار بيقول ان الحكم وبياخد القرار في الملعب وبيجي ساعتها حكم الفار بيستغعي دولار عندي احتمالية كذا فبيجي الحكم بينقشه فبتبدل المناقشة مستمرة ايه لان يختر حكم المباراة حكم الفار بقراره عبر تقنية الفار في المحادسة الصوتية لازم يكون القرار موجود قدروا طب اوكيه فين المشكلة قال لي انتوا عرضتوا او انا قريت او احنا سمعنا ان الاتعرض ده كان منقشة لكن فين القرار مفيش القرار وبالتالي احنا كاتحاد افريقي ما عندناش مشكلة مع اي حكم موجود في الدولة المصر حتى لو فيه اخطاء فنية داخل ملعب ودي نقطة انا النهاردة ادرت اسمع كده من كلامه ان على المستوى الفني مفيش مشكلة بدليل لما نبص بقى على التعينات عندك مباراة بين سانداونز ومنياما الكنغولي كلام ده انا بتكلم فيه مع مسؤولين في الاتحاد الافريقى وبجيب التفاصيل لحضراتكم النهاردة مباراة سانداونز ومنياما الكنغولي يوم 26 نوفمبر تم اسناد ادارة هذا اللقاء للكابتن محمد معروف طاقم مصر بالكامل ويكون حكم رابع معك كابتن محمد عدل ده قرار بخصوص اسناد المباريات للحكام المصريين في الفترة اللي جاية يعني رغم كل حالة اللغة الفني اللي بيتقال على بعض المباريات ولكن الكاف لرؤية تانية وكان بالنسبة لي النهاردة المفاجأة انتوا بتتكلموا على مناقشة لكن فين القرار اللي قدر حاسب الحكام انه غلط في مباراة في الدورة عشان ما سنتش ليه مباراة في المطولة الافريقية فأولا معروف وعادل في مباراة سانداونز ومنياما الكنغولي طيب نروح لمباراة تانية وهي مباراة قوي جدا يوم 8 ديسمبر ما بين الهلال السوداني مع مازمبي الكنغولي المباراة تتلعب في موريتانيا لان الهلال بيلعب خارج السودان المباراة هيدرها الحكم الدولي الكابتن أمين عمر أمين عمر حكما لمباراة الهلال ومازمبي ويكون أحمد الغندور حكم رابع نروح لمباراة ديربي كمان في كاس الكنفدرالية يوم 27 نوفمبر مباراة ما بين الصفاقسي وكوسانتينة الجزائري ديربي قوي جدا ما بين الصفاقسي وكوسانتينة يعني بتكلم على ديربي تونسي جزائري تم اختيار طاقم مصري ليه بقيادة الحكم الدولي محمود البنة ويكون الحكم الرابع محمود ناجي دول طاقم التحكيم لمباراة دور الأبطال بالنسبة للطاقم المصريلة هيتم اختيارهم في دور الأبطال والكنفدرالية في ثلاث جولات اللي جاي دي كانت جزئية مهم جدا أبدأ بها النهاردة لأن أنا بحاول أجيب أسماء الحكام ترسيل وشوية معلومات أكيد ما ينفعش ما نقول لكمش التفاصيل دي لازم تعرفوا إيه اللي بيحصل في دولاب العمل سواء في الكاف أو في الفيفا أو حتى هنا في الاتحاد المحلي ننتقل لملف متعلق بالانتخابات وباب الترشيح للانتخابات بدأ بالأمس ويغلق بإذن الله يوم السبت اللي جاي لجاية اللحظة زي محدش قدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد القرى وده على فكرة طبيعي أول يومين ثلاثة بتبقى العملية جس نبض الناس لسه بتشوف مين هيقدم مين بيفقروا الكلام ده ولكن أنا واثق من يوم الخمس اللي جاي هتبدأ تظهر الترشيحات والقوائم ونحن عارفين القوائم كلها هتبقى قوائم مغلقة محدش يقدر يرشح نفسه أو يقدم أوراق اعتماده للانتخابات بشكل فردي لازم قايمة مغلقة حسب معلوماتي دون ذكر أسماء القوائم يعني النهاردة المهندس هنا يا بريدة عنده اجتماع هيحسن من خلاله القايمة اللي هيستقر عليها عشان يقدم بيها ترشحه لاتحاد القرى نهاية الأسبوع الجاري النهاردة في اجتماع هيحسن من خلاله القايمة بشكل عام عشان يقدم أوراق ترشح القايمة بالكامل بداية من الرئيس حتى آخر عضو في قايمته اللي هتتقدم لانتخابات اتحاد القرى في الفترة من 20 ديسمبر 2024 حتى ديسمبر 2028 طيب هل المهندس هنا بريدة خلال الساعات اللي جاي هيعلن ترشحه في الاتحاد الافريقي معلوماتي آه ولكن نسبة ترشحه للاتحاد الافريقي كعضوية اللجنة التنفيذية في الفيفا بتتخطى نسبة الترشح لرئاسة الكاف يعني كان فيه كلام على انه بيترشح لرئاسة الكاف وهينافس باترس متسبي الامور اختلفت في الساعات الاخيرة فنسبة ترشحه لرئاسة الكاف هتبقى أقل نسبيا من نسبة ترشحه لعضوية الفيفا أولا كان آخر مرة أو آخر دورة كانوا عوضوا في الاتحاد الدولي وطبعا تم تعديل العديد من اللوايح وعايز أأكد لحضراتكم اللوايح الاتحاد الافريقي آخر سنتين اتعدلت ثلاث مرات وفي التعديلات كلها كانت عشان تسمح للمهندس هنا بريدة يستمر في سباق الترشح والانتخابات في الاتحاد الافريقي فالمعلومة اللي عندي أنه بنسبة كبيرة جالبا هيكون في عضوية الفيفا في الدورة الجديدة في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي حاجة تانية متعلقة بمنتخبنا الوطني وأنا مبارح بقول لحضراتكم حلقة الكابتن أحمد شبير مع حسين الشحات كان حلقة فيها تفاصيل عظيمة جدا على المستوى الخبري وعلى مستوى الموضوعات وعلى مستوى المداخلات واسمعنا نجوم كبيرة جدا من لعبي النادي الآلي شاركوا فيه برنامج حارس الآلي مع الكابتن أحمد شبير والكابتن حسين الشحات ولكن أنا النقطة اللي اتلقت بيها من تصرحات حسين فيما يتعلق بالمنتخب إن حسين وصل لمرحلة كان بيفقر في احتزال اللعب الدولي ولكن إن شاء الله بإذن الله هيكمل الفترة اللي جاية وطبعا ده نتيجة إن المنتخب بيعمل كذا معسكرات وكذا مباريات ما بينضمش فيه حسين طب أنا عايز أفقر بس الكابتن حسين حسين بحاجة مهمة جدا والأمر على فكرة برضو لها علاقة بحسين وإمام عشور لأن حتى إمام عشور امبرح لما تكلم مع الكابتن أحمد شبير في البرنامج شرح تفاصيل كتيرة تتعلق به هو كلعيب ليه دايما الناس بتقول لما بتعور مش عايز يلعب للمنتخب وأنا انبارح انتقاط إيهاب الكومي عضو اتحاد القرى على التصريحات الغير مسؤولة اللي اتقالت في حق إمام عشور واللي كلنا تأكدنا إن إمام عشور مصاب وهيغيب لمدة أسبوع وعلى ما يرجع للتدريبات مش قبل يمو الجمعة أو السبت اللي جاي طيب إيه النقطة اللي عايز أفقر فيها الكابتن حسين أو النقطة اللي عايز أفقر بها الكابتن حسين كابتن حسام حسن أنا فاكر تصريحات ليه قبل كده لما كان روي فيتوريا مدير فن منتخبنا الوطني وكان منتخبنا بيلعب مباراة مع جبوتي بعد المباراة حسين الشحات وإمام عشور وطاري حامد ما استكملوش التدريبات اللي كانت بعد المباراة وريف فيتوريا خاد قرار باستبعاد الثلاثي وحتى بعدها على طول طاري حامد أعلن اعتزاله طلعي كابتن حسام حسن انتقد روي فيتوريا في قراره أنا بس بعقد مقارنة ما بين التصريحات والقرارات مش دفاعا عن حسين أو إمام عشور ولكن دي للتاريخ عشان لما حد يطلع يتكلم على واحد من لعيب النادي الأهلي ياما يتكلم بالوقائع وبالتاريخ صح ياما ما يتكلمش أحسن عشان ما نعملش بالبلع على الفاضي وقتها الكابتن حسام انتقد روي فيتوريا على استبعاد حسين الشحات وإمام عشور وطاري حامد وقال إن حتى لو اللعيب أخطأت كانت لازم تسافر معاه وتلعب معاه مباراة سيراليون وقال وقتها إن روي فيتوريا محطش نظام بدليل إن خاد أحمد فاتوح ومحمد صبح والذي نعمل ضم مشاكل مع نادي الزمالي ده كان رأي كابتن حسام هو قاعد في الستوديو طب لما نزل الملعب عنده نفس المشكلة ما خادش حسين الشحات ولا إمام عشور هل بسبب مشكلة؟ محدش عارف كابتن حسين ما وضح كابتن حسام حسن ما وضحش هل بسبب موضوع تاني أو أزمة تانية؟ محدش يعرف ولكن لما تعمل سياق أو مقارنة على التصريحات وإنت في الستوديو والتصريحات وإنت على كرس المدير الفني هتلاقي قرار مختلف ليه؟ الإجابة عند كابتن حسام حسن ولكن حسين أكيد هيكمل في مشواره الدولي حسين لعب مهم جدا سواء للأهل أو منتخبنا الوطني نفس الأمر لإمام عشور لعب لا غنى عنه للأهل أو لمنتخبنا الوطني فأتمنى لما حد يصرح بمعلومات ينفذ تصرحاته لما بيبقى موجود على كرس المسئولية وأكيد أرفت حضراتكم دلوقتي موقف حسين وإصابته وموقف إمام عشور وإصابته ولكن أنا أمبرح أكدت لحضراتكم إن من أول لحظة الجهاز الطبي للمنتخب لما سأل الجهاز الطبي للأهلي سأل بس على رمي ربيع وبالتالي القرار كان معروف مبكرا إن لا حسين موجود ولا إمام عشور موجود لو كابت الحسين حسين رجل لتصرحاته السابقة اللي انتقد فيها رؤية في توريا أعتقد دلوقتي أول قرار ليه اللي قاله هينفذه واللي قاله كان إيه أضم اللعيبة حتى لو أخطأت طب أنت أصلا في السياق اللعبة ما أخطأتش طب ما بتنضمش ليه أكيد لازم يكون فيه وضوح في الرؤية من الجهاز الفني للمنتخب الوطن النهاردة مصطفى محمد هنضم من المعسكر وكمان عمر مرموش مقصر الدنيا في ألمانيا مبسوطين لما يكون عندك اتنين مقصرين الدنيا صلاح في الدور الإنجليزي وعمر مرموش في الدور الألماني يا سلام بلو عندنا كمان لعيد تالت ورابع هتبقى حاجة عظيمة جدا نتمنى لهم التوفيق في الفترة اللي جاي نهاردة ساعة 8 منتخبنا الوطني للشباب بدو قيارة الكابتن أحمد الكاس عنده مباراة صعبة جدا مع المغرب في التصفيات الإفريقية تحت 17 راسانة وعايز أولوكم في هذه الأثناء وأنا معاكم في مباراة بين تونس والجزائر وبيدير على فكرة الحكم الدولي الكابتن محمود ناكي أختم معاكم بلقطة مهمة جدا طبعا الدنيا ملومة من بارح بسبب لقطة تسلل على لعب برشلونة لفندو بيسكي في ماتش ريال سوسيداد في اللاليجة في الدولي الأسباني طبعا هناك التقنية النصف آلي لحد بيحط خط ولا بيحط نقطة ولا الكلام دا قدامكم الصورة هي النهاردة بالمناسبة اللقطة دي أثارت الجدل وحصل إعترضات كثيرة جدا من برشلونة ولكن النهاردة لجمية الحكم في الدولي الأسباني أكدت صحة قرار حكم تقنية الفار طبعا ده تقنية النصف آليا ما فهاش زار بس تعالوا كده لو نعمل مقارنة هي مقارنة ممكن تبقى ظريفة دمها خفيف شوية ما بين اللقطة دي ولقطة مصطفى شلبي في مباراة سموحة والزمالك اللي قدامنا على الشاشة طبعا مصطفى هنا راجع من التسلل بالعين المجرد هي تسلل بس عندك خطوط ما ترسمتش أصلا يعني الناس عاملة جدل على فكرة بس إن الستارز اللي كان لابسه ليفندو بيسكي فرق بسنتيمترات بس التقنية طلعته تسلل ما بالك بلعبة زي دي مش أقول لك بقى نصفي قالي دلعيب راجع من تسلل لا المساعد رفع تسلل ولا الفار رسم الخطوط وقال لك أصلا مخرج ما عارضش وهو أصلا فيش الكلام ده ما حصلش ومحدش حاسب حد لا حد سألت كابتن عبر الشناو انت فين من اللعبة دي تب فين ما يثبت اللي انت رسمته خطوط ولا حد يعرف حاجة شوف الفرق ما بين الناس في أسبانيا بتشتغل إزاي واللجنة بتطلع توضح وهنا ولا حد يواخد باله من أي حاجة ولا حد بيعلق يعني ماتش برشنوية وريالسوسيداد تقنية النصفي قالي ما بتهزرش التقنية مرتبطة بالكور على فكرة مش قصة حاكم بيحط نقطة هنا ولا خطوط بتترسم فالكورة التسلل حتى لو الاسترز بتاعك يعني زيت بسنة شوف الناس بتعلق وبترد هنا لعبة زي دي الناس عاملة نفسها مش شايفة حاجة ما حدش حاسب حد ما حد يسأل عام بش إنه وفين خطوط يتسلل ما رسنتاش ليه ما حدش طلع تكلم ولا علق ولا أي حاجة خالص وده اللي بأكد لحضراتكم بعد مباراة الأهل وزد كل خبراء التحكيم أكدوا إن زد تعرض للظلم بسبب ركل الجزاء كل الخبراء اللي أجاب أكدوا إنها مش ركل الجزاء وعلى النقيد تماما في مباراة سموحة والزمالك كل الخبراء هنا أكدوا إن سموحة ما تعرضش للظلم رغم إن سموحة تعرض للظلم بس ليه اختلاف في المعايير هنا وهنا ما بين الأهل والزمالك هي جملة واحدة أنا مبارح قلت أسأل لعل لو عاست جي لي إجابات بس والله جات لي إجابات كتيرة جدا وكلها ناحية قرار واحد أصل الأهل بيطالب بخبير أجنبي فخبراء التحكيم زعلاني فلما تطلع في مباراة الأهل يقولك الأهل ما يعني ما تعرضش للظلم ده الفرق الثاني هي اللي تظلمت ولما تيجي في مباراة المنافس يقولك المنافس سكسب بالحق والعدل من الآخر المعايير بتختلف نتيجة أن الأهل بيطالب بوجود خبير أجنبي من الآخر ده المشهد وده المقارنة اللي عقبتها ما بين ماتش برشلونة وريالسوسيداد وماتش الزمالك وسموحة ولا حياتة لمن تنادي فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع الكاتب الصحفي الكبير والنقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم وفقرة فيها أخبار وكواليس مهمة جدا جدا أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج الترند والنهاردة موعدنا مع فقرة الصحافة وما يكتب في الصحافة ورؤية النقاط الرياضيين للأحداث الجارية في الوسط الرياضي وما أكثرها أحداث كثيرة وعديدة ولكن قبل مبدأ الترحيب بضيف النهاردة أكيد لازم أأكد لحضراتكم أن القرعة قرعة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر بإذن الله الساعة 8 بتوقيت مصر إن شاء الله بإذن الله القرعة هتكون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وهتكون الساعة 1 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي إن شاء الله بإذن الله يكون في حضور لمسؤول من النادي الأهلي أكيد هنشوف القرعة التفاصيلها تصنيف الأهلي كل ده هنستعرضه بإذن الله في الحلقات اللي جاء ولكن عشان وقت الحلقة والبرنامج لازم في البداية رحب بالكاتب الصحفي الكبير والناقض الرياضي لأستاذ عبد الحكيم أبو عالم اللي بينورنا النهاردة لأول مرة في برنامج الترين أستاذ عبد الحكيم منور الدنيا وسعدها بوجودك معنا أنا لسعيدة محمد ومبروك عودة البرنامج بالشكل الجديد ودائما موفق ومتقلق وانفرادات رائعة بصراحة الله يخليك طيب أبدأ معاك بابا الانفراد في حدث زي ده في ميامي خلنا يا سيد محمد نتكلم على قبل ما نتكلم على الورا نتكلم على الصورة الزهنية اللي أنت بتصدرها عن الرياضة المصرية لما أنت تتكلم في حدث زي قرعة كاس العالم الاندية زي كاس العالم الاندية بص الصورة لما أنت بتتكلم عن أن قرعة كاس العالم الاندية وتحط مثلا خليك مثلا لو أنت في ساية عربي أو موقع عربي أو وسيلة إعلامية عربية بتحتيتحط لك مثلا على رأسهم الأهل المصري والتراج الرياضة التونسي دي صورة الزهنية اللي انت بتقدمها للرياضة المصرية الصورة المصرية للنادي الأهلي موجود في أول نسخة الكسر العالم لانديها عشرين خمسة وعشرين موجود في الأدوار الإقصائية لبطولة الانتر كونتيننتر وبكرة فيه مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل في العاصمة القطرية الدوح والمهندس سامير عادلي موجود ممثل للنادي الأهلي دي الصورة الزهنية اللي انت بتقدمها عن الرياضة المصرية فالنادي الأهلي هو خير وممثل للكرة المصرية طبعا مش عايز أقولك إن إحنا المفروض كريادة مصرية بي عندنا فخر شديد جدا بالنادي الأهلي والمؤسسة والمنظومة اللي هي بقت دلوقتي موجودة على السحة العالمية في كل البطولات أو في آخر على الأقل مثلا لو بنتكلم أربع أو خمس نسح موجود النادي الأهلي بشكل دايم سواء كسر العالمين دي بشكل قديم أو حتى بالبطولة الإستثنية أو حتى بأول نسخة بيه 32 فريق وعايز الناس تتخيل بس كده لو النادي الأهلي مش موجود يعني لو النادي الأهلي مش موجود في مشهد الرياضة المصرية كنت هتشوف البطولة اللي جاي بمين؟ مشاركة مين في أفريقيا؟ لو الناس متخيلة أن في نادة من مصر كان هيبقى موجود تبقى أنت وهم تبقى أنت لأ هتبقى وهم لا هتبقى عيش في وهم مش قصة صعبة تبقى عيش في وهم أنت دلوقتي تترجي ساندونس الوداد لو في نادة رباح يبقى بعده ممكن تلاقي مزينبي تلاقي الرجاء تلاقي نادة تانية مش هتلاقي أي نادة من مصر فدي الحاجة اللي انت بدل ما انت تدعم النادي الأهلي على تفوقه على أنه بيقدم لك رضا النادي الأهلي موجود في أمريكا واسم محمد مش هتقال نادة الأهلي القاهرة أو نادة الأهلي الجزيرة أو نادة الأهلي بطل القرن زي ما احنا عارفين هتقال نادة الأهلي المصري أتمنى أن احنا يبقى عندنا مسؤولين قبل الجماهيل لأن الجماهيل على فكرة حتى لو منتبعنا ديه ونفس عارف كويس جدا قيمة النادي المنافس بتاعهم لكن أتمنى أن يبقى عندنا مسؤولين مقدرين قيمة النادي الأهلي والصورة الزهنية والقوة نعم زي ما بنقول عن محمد صلاح هو قوة نعمة للرياضة المصرية النادي الأهلي هو قوة نعمة أهم بكتير كمان للرياضة المصرية أو لمصر بشكل عام كمان تتوقع أن يكون فيه حد من الجهاز الفني أو على المستوى الرسمي كمجلس دار يكون حاضر من رسم القرعة خاصة أن جاية في توقيت برضو 5 ديسمبر وانت عندك مرش في جوهنسبيرج يوم 7 ديسمبر مع أورلاندو بايرتس لا هو المفروض لو أنت بتتكلمه ممكن ماشي من جهاز الفني ممكن المهندس خالد مرتجي هو المتولد الملفات دي أمين سندون نادة الأهلي لكن أنا أتوقع أن هي تبقى صعبة يعني مثلا حد يساف لأن أمريكا المسافة بعيدة لكن أتوقع لو فيه حد هيروح بالمهندس خالد مرتجي لأنه هو المتولد الملفات دي لأن الجهاز الفني حتى بعيدا عن المباراة يبقى عنده ارتباطات كثيرة جدا تتكلم دوري أفريقيا انتركنتيننتل ففيه ارتباطات كثيرة جدا هتبقى صعبة ورحلة أمريكا دي مش رحلة سهلة لأن انت مثلا الجزائر مثلا 24 ساعة تروح وتيجي لا ده مشوار بعيد جدا فصعب أعتقد لو كان حد يحضر مسؤولنا أندية بالمهندس خالد مرتجي أو كابت محمد الخطيب طبعا أعايز كمان أأكد لحضراتكم أن مرسم الأرعى هتتزاع مش هيكون فيها تشفير ولا فيها حقوق حصرية أرعى منديال الأندية في أمريكا حسب اتصالاتي مع المسؤولين في الاتحاد الدولي هو مد الأرعى لكل الناس ممكن يبقى فيه بث مباشر إذا عيت على هوا مباشرة ما فيش أي مشاكل فالأرعى هتتشاف بقى التفاصيل بحاجات حلوة أكيد لنشوفها في الفترة اللي جاي أعتقد حدث استثناء ما ينفعش يحدي كده لا طبعا حدث استثناء وحدث مهم جدا وحدث نتمنى أن ياخد حقه في بدل ما إحنا مسكين في حاجات سلبية مسكين في حكام مسكين في تسريبات مسكين في سلبيات ما نجيلك في السلبية دي دي وقت مسكين في ديون مسكين في قضايا مسكين في حاجات كتير جدا نتكلم عن حاجات إيجابية حاجات صورة حلوة للرياضة المصرية طب معنا كده مش هنتكلم في حاجات التانية يعني ولا إيه لا نتكلم برضو آه ده هو الهزاس طبعا طب عايز أسألك على التحكيم شايف منظومة التحكيم والمشاكل اللي موجودة في الفترة الأخيرة ومحادثات الفار وتغيير اللاجنة وتعيين اللاجنة شايف الموضوع إزاي وإنت برضو بيبقى عندك كواليس والتفاصيل من خلال اتحاد الكورة طيب خلني بس قبل ما نروح لموضوع التحاد الكورة عايز أتكلم ديئة واحدة بس أنا عايزك تفتكر مباراة الزمالك والبنك اللي هي كانت يومية أو يوم كام يعني منتكلم عشر تيام دلوقتي طيب عشر تيام قبل عشر تيام دول كان العالم كله بيتكلم عنك وسائل إعلام العربية والعالمية بتكلم عن الهدى المصرية تقولك إيه تقولك وديه أخبارك إنت تقولك قرعة كس العالم للأندية ستقام في شهر ديسمبر ومشاركة الهدى المصر بتقولك إني للتحاد الدول لكورة القدم طلع ليحة كس العالم للأندية والحضور قبل البطولة بخمس تيام والعدد اللعبين في القايم وكل ده بمشاركة النادية بتقولك أن نسخة الأصلية الكس العالم لديها هتيجي مصر يوم 14 فبراير والنادى الأهلي بيعدي برنامج بالتجهيز مع جهزة الدولة لأنهم كنت تستفيد سياحيا وحاجات زي كده أن انت تتروج لمصر وكل ده بيسمى النادى الأهلي بتتكلم عن النادى الأهلي وفد من عنده يسافر للدوحة للترتيب لمشاركة أهلي بتتكلم عن ده الصورة الزهنية اللي كانت عندك في الرياضة المصرية قد للوقع دي تخيل بس حط شرطة كده وبص للصورة الزهنية اللي بعد كده اللي بتتصدر عنك الوسائل العالم على مستوى العالم العربي وعلى فكرة على مستوى العالم العالم لو تفتكرنا احنا عشيف في معزل تبقى احنا مش فاهم دلوقاتك الناس كلها بتتكلم ايه تسريب مش عارف مين محمد عادل أخطاء تحكمية إقالة لجنة حكام دي الصورة الزهنية اللي بتتعانك برا هل هناك رجل رشيد يعي الصورة الزهنية اللي كانت قابلة والصورة الزهنية اللي بعد لو انت عايز تعدل حال الرياضة في مصر ده أهم بكتير جدا على فكرة صورتك الزهنية مهمة جدا برا الصورة اللي كان نادي الأهلي مقدمها لك بالأخبار اللي بقولك عليها دي لما ديجي تقلبها 180 درجة أو مش 180 درجة بس انت أحكام مش عارف مليون دولار مدرب مدرب يجي ياخد من 2 أندياء من ناديين عندك مليون وربعمائة ألف دولار أحكام في الفريفا وفيش حدي بيتكلم دي صورة زهنية اللي بتصدر عليك برا صورة سلبية جدا مدرب يجي ياخد يشتغل عندك ياخد منك 950 وياخد منك 500 فأدي الصورة فأدي أول نقطة ده شاطر قوي جدا والمشكلة الكبرى العبدالله مثلا تتكلم في القصة دي من زيان قولت له يا جماعة الموضوع هيزيد وهيضاعف محطش بيهتمل أسو محمد لكن أنا ما يهمنيش الأندياء وما يهمنيش سورك الأندياء وما يهمنيش سورك المدربين أنا يهمني المسئولين المسئولين اللي مفروض تحافظ على صورة رياضة المصرية وما يحدش قولهم لا يمفعش أتدخل ما يحدش قولي اسم متدخل لا مش عطم أتدخل طب ما يوجد تدخل ما أنتو بتعودوا وتتكلموا لأن دي صورة مصر صورة بلد قصة لما تجي تقولي أنا ما تدخلش مثلا في أندية في جامعيات عمومية لكن دي صورة بلد الصورة تصدر البلد دي صورة مهمة جدا أسو محمد لما كرت القادرة في مصر كانت كويسة في 6 و 8 و 10 النادر أهل و منتخب مصر لما النادر كان بياخد دور الأبطال الفترة دي كلها أنت كنت بتلاقي سوق المدربين المصريين بيشتغلوا في الدول العربية كنت بتلاقي لجنة حكام موجود في دول العربية كنت بتلاقي لعبين موجودين في الدول العربية تعال شوف للصورة دي بات كم مدرب اسم معروف بيشتغل في الدول العربية اسم محمد زيره كم حكم بعيدا عن انت عامل بورتوكولات مع الجزائر وتونس انت ممكن تودي طائم تحكيميش كم حد دول العربية بتاخد من عندك حكام فالصورة الزهنية مهمة جدا والمسؤولين لازم تعالى الموضوع ده نروح لموضوع الحكام أنا ضد الإساءة لأي حكم ما لم تثبت إدامته يعني دلوقتي الكابتر محمد عادل مقدم بلاغات في النيابة أنا بجزء ده مش عايز روح فيه لأنه منظور أمام القضاء في جهات تحكيم فخلاص احترامها طبعا احترامها الكام لكن الصورة الزهنية أنا هنا بس جملة في الرياضة كلها الشقة الوحيدة اللي بتالع لهم أسرة هي التحكيم يعني يقولك إيه اللفظ أسرة التحكيم وأسرة التحكيم الوحيدة دي بتقطع فبعض ومش فاهمها إزاي مش فاهم اللغرات من ده إزاي يعني مثلا ما تيجي تبص مثلا لعيدة الكرة عمرهم يقوله أسرة الكرة القدم المسابقات عمرهم يقولك أسرة المسابقات لكن الجهة الوحيدة اللي موجودة الحكام الحكام بتسرب لبعض الحكام بتقطع فبعض طب فاهمونا يا جماعة جه رئيس الجنة حكام أجنبي له ما له عليه ما عليه كلاتنبرج وبريرا انتوا اللي طلعته كنتوا بتهجموه يعني كابتن عصام عفتاحه كابتن جمال غندور وغيره بيهجموه ليلة النهار طيب يمشي ده يجي المصري يجي المصري نسرب يجي المصري نطلع أخطاء طيب إحنا عايزين إيه يعني الخلاصة بتاعت الموضوع أنا هنا مش هلوم على نادي مثلا ورعا من ده غلط بس مش هلوم على نادي بيمارس ضغوطاً ما على حكم أو على تحكيم أنا ألوم المنظومة أنا هروح كل الموضوع اسم محمد على طول مين للتوب اللي ما بيوفرش الأجواء اللي ما بيدينيش أنا جبت واحد رئيس الجنة حكام أجنبي اللي بيقول لتا ما هي فشلت التجربة فشلت ليه؟ أولاً هو اختار غلط سنين ما تدلوش الدعم الكامل وغير ما تدلوش أنت أسرة التحكيم بتحربه ده دي حاجة أساسية ده عجاز النهاردة أنت بتحربه ده عجاز النهاردة رفضين أصلاً ييجي خبير أجنبي طيب أنت لغي عايز خبير أجنبي ولوم ييجي المصري شغالي أنت أقطعه فيه طب المطلوب إيه في الآخر يعني أقول لهم المطلوب إيه في الآخر ليه أنت حشباك ولا أنا يفيله والمشكلة الكبيرة يقول لك إيه هو نفسه رئيس تجربة الحكام الأجنبي ما إحنا جدنا أجنبي وفشل ما أنت لفشلته هو مين اللي فشله بس قل لي مين اللي فشله نفس المجموعة وبعدين النقطة التانية فيه أنديها معينة بترفض فكرة استقدام رئيس تجربة حكام الأجنبي دي اللي غريبة ما بالنسبة لي على فكرة بدأ اللي هو رتم غريب يعني أنت جاي بخبير أجنبي لأنه عنصر محايد لا يعرف أهلي ولا زمالك لا يعرف أحمر ولا صفر ولا سود تعترض ليه؟ عشان حضرتك مثلا ما بعرفش اتواصل معه مش تقلت بوضوح كده؟ اتقلت قبل كده مش اتقلت بوضوح ما بعرفش اتواصل معه هو يتواصل مع الحكام ليه؟ عشان أعرف الراجل اللي جاي مين بص يا سمحمد اللي بيحصل في التحكيم ده نتاج سنين مش نتاج مبارح ولا أول مبارح ولا أول نتاج سلوكيات خاطئة من 2017 أو 2016 اتفعل كل شيء في التحكيم داخلية من داخل المنظومة ومن خارج المنظومة طيب أسألك على اتحاد الكورة قرار اتحاد الكورة موقف اتحاد الكورة في القضية دي كان شايفها ازاي؟ أنا مش عايز برطو أصلي بس حاجة مهمة جدا في الموضوع أنت تعال أقول لي دلوقتي اتحاد الكورة ييجي أزيع التسريب طيب هو القرار ده قرار مين؟ لجنة حكام يعني أنت لو أستطلت أزيع النسخة الأصلية قرار لجنة حكام فأنا هنا مش صاحب قرار طب هل النسخة بتيجي لاتحاد الكورة؟ لا بتيجي للجنة بتيجي للجنة والتحاد الكورة لا يطالع عليها أكيد حالو يبقى أنا دلوقتي أنا حولت الموضوع التحقيق هو الغلط اللي يولان فيه أن أنت ما علنتش مبكرا من بداية الأزمة النتائج بدري بدري أن أنت حالت الموضوع للتحقيق كنت المفروض المطش الجمعة أنا الوقع حصلت السبت أو حصل الحد تقريبا يعني الكلام بدأ السبت بعد المطش ب24 ساعة المفروض يوم الحد بعدها جلسة استماعة حصلت يوم الحد أطلع أنا بعدها جلسة استماعة يوم الحد لا ما سننش التسريب جلسة استماعة يوم الحد بعدها أطلع إحالة الموضوع للتحقيق أو تم التحقيق والموضوع ما طرع تاني يوم التسريب أطلع بقى أكمل أن كل ده باشا كذا دي جزء الوحيد للتطلع لكن انت ما تجد بص الملف كله ما نفعش تقول ان انا اطلع تسريب طب هو بالمنطق وبالعال قد الامان انت الحكم لو انا هطلع لك التسريب ما ومن ساعدة ما حدش بروح للفار ولا هيقدر يروح للفار يعني حتى خطوط التسريب ومتترزبش دماتي طبعا وعلى فكرة انا بقول لك اهو 50-60 ان لم يكن 8% عارفين المضمون رايح فين وجاي منين والخرطة اقولها فين واخرام بس كله يعني انا عايز اقولك النهاردة كنت متكلم مع مسؤولين في الاتحاد رفيقه عشان اجيب تعينات المطشاط اللي احنا النهاردة الحمد لله يعني انفرضنا بيها وكشفنا عن كل المباراة سواء للأهل او حتى للحكم المصريين فلما لقيت كابتن محمد عادل في المطشة سانداونز انا توقعت هيبقى فيه ايقاف حتى مش معلن فقولت اسأل في التفاصيل لقيت الناس بتقول لي انتو بتتناقشوا على مناقشة يعني انتو بتتكلموا وعملين موضوع على مناقشة فين القرار اللي اتقال في المحادسة عشان انا كمسؤول على المستوى القري او على المستوى الزون احاسب الحكم ده ما استعينش بيه لانه هو اخطأ خطأ جاسين مثلا في مباراة محلية قلت له يعني اللي اتعارك قال لي كله دي مناقشة فين القرار اللي قاله في التقنية البروتوكول بيقول ان الحكم يناقش ويبلغ حكم الفرب بقراره فين بقى القرار قلت له لا ما طلعش قلت له خلاص فين الموضوع بص قلت حت حلوى فيه 40-50 ثانية طيرين وين الهدف ان انت تطعه انك تطلعش بص يا راس محمد وانه انت بتناقش في الموضوع ده كتير انا ممكن اختلف فنيا مع اي حاجة لكن لا اتطرق لزمته اكيد ما يؤديش الى اي شيء ان انا اطلعه يعني مثلا انا لمت كتير جدا الكابتن محمد عدل في الاقاءات التلفزيونية ومعاك حتى بشكل شخصي على مطش الاحتواء بتاع الخمسة ثلاثة خمسة ثلاثة صحيح لومت كتير جدا ولومت فكذا مطش بس فنيا 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 بمعنى ايه حب نفسك وهو حكام كتير جدا تستحق مكان اكتر بكتير جدا من المستوى اللي هم فيه هو مستوىهم برا غير هنا خالص مثلا انا كنت لسه اقول امم افرخة الاخيرة الحكام المصريين وصل لحد فين ابداعوا لغاية سمي فاينل يبقى اذا المشكلة فين في المنظومة مش في الحكام نفسهم الحكام فيه تحس اصراع اجيال جوه تحس فيه اصراع اجيال اجيال فيه ناس مش عايزة يوصل مثلا للي وصله انا اقول لك ببساطة مثلا واحد زي جهاد جريش جهاد جريش حاس ان انا انا يعني يا رب اكون من الصح انه هو اتدمر بفعل فعل انه هو فيه ناس وقفت مسيرته عشان ما يوصلش هو دايما بيقول كده فعلا هو دايما بيقول كده انا مليش علاقة بيه بس انا بحس كده من كلامه الكتير في الحتة دي كذا فيه ناس موجودة عندك امين عمر مثلا امين عمر كما تختلف في بعض المباراة ليه لكن امين عمر كحكم حكم مملك مقاومات جيدة جدا على فكرة محمد عادل كان بداية محمود البن محمود البن محمود البن هو واحد من اكتر الحكام اللي كل ناس تنبقت ليه وصل محمود البن دلوقتي مستوى ترجع كتير النتيجة للضغوط اللي موجودة الضغوط اه انت لما تيجي تتكلم دلوقتي تشوف المشهد العام بالنسبة لك يكون ايه لكن طب مين اللي يتحمل المسؤولية هيجي يقولك مثلا اصلا انا دكتور ريشا سهولك ما قدرش هتدخل طب ما انت استقبلت جمال الغندور اه استقبلت كابتن محمد فاروق من يومين كنت قاعد مع مجلس زارة النادي وعلى فكرة شيء كويسا مش بالومك بس ما تقولش كلمة ما بتدخلش وانت بتتدخل ما انت من يومين كنت قاعد ولو الموضوع ده ما حصلش اطلع ان فيه لان الجلسة دي اتناشر اطلع ولم حصلش لكن انت بتقول ما قدرش يتدخل طب ما انت عدت مع كابت غادر وانت شارطة على صفحة كباس مية يوم ما تدخلش لكن انت شايف المنظومة فيها غلطة في التحكيم وحصلت كرسة تسيق للرياضة المصرية وانت مسؤول عن رياضة المصرية كوزير للرياضة مسؤول لتحسين صورة انت جزء من مهمتك تحسين صورة رياضة المصر بقى خارجيا يعني جزء من مسؤوليتك لكن تجي تقول لا انا ما قدرش في حزم ما تدرش ده ما تدخل حكومي في ايه انت بتحافظ على صورة الرياضة وانت لما قاعدت مع كابتن جمال الغندور حد قالك انت عملت ايه بالعكس ده انا بسمي ان انت شايف حاكم كبير زي كابتن جمال الغندور الرجل اتكلم مرة واثنين على حاجات معانا جبت وقعدت معاه ده شيء كويس جدا مشترب فانا اتمنى ان احنا يعني المجلس الزرار اللي جاي المجلس الزرار اللي جاي يكون عنده اجندة ان انت ازاي تعمل ملف معين للتحكيم وجزئية انت تجي تقول لي اصلا انا هجيب عضو مجلس دارة من الحكام دي يعني فكرة عافية لها الزمن القصة ملاش دعوة كابتن سامير زاهر الله يرحمه ما كانش لعب كرة عظيم بس كان ادرجة عظيم طب هل تتوقع قبل ما اطلع الفصل تغييرات في شكل المجلس اللي جاي ولا في بعض الوجوه القديمة بص ما لحد دلوقتي لحد دا قبل ما اجيلك ما فيش حد راح قدل خالص كل كلام من بره كل كلام من بره فالكلام اللي ماشي ما تجدس اي حد يقولك والله لسه ما مشكلتش على المونسى انا بريد تكلمه كلام كتير على المونسى يقولك انها لسه مشكل قايم ما تعرفش الموقف العام بتاع كل الناس لكن اتوقع انها بقى فيه تغيير جامد جدا في الخريطة بتاعت الانتخابات لكن لحد اخر يوم يوم السبت اللي جاي ان كان مش فيه اخر يوم السبت اخر يوم لحد يوم السبت اللي جاي ما تقدرش تتوقع مين اللي نازل بس هو قصة قايمة مغلقة دي انا مش متفاهمة بصراع مش مصعبة المسائل شوية مش ما تخلكش مش بديها مساحة للنازل تخش تتنافس يعني مثلا مع كامل الاحترام لما تيجي مثلا رئيس نادي طالها عشان ما قولش اسم حد يزعل مني مركز الشباب اسم ايا كان ما هو علاقته من كرة القدم لمجرد انه مسك نادي مركز شباب يعني القصة مع احترام المركز الشباب احنا كلنا من كرة لكن خبرات الاندية خبرات التأغير تماما خبرات مركز الشباب مش معنا ان انت مسكت مثلا لجنة معينة بقيت خلاص كده عندك الخبرات القصة مختلفة انت بتتعامل وتمثل كيان كبير جدا هو لمؤسس الاتحاد الافريقي هو لمؤسس الاتحاد الافريقي فالقصة الصورة مختلفة تماما لازم نعي المرحلة اللي احنا وصلنا له اكيد اكيد عموما عندنا لسه تفاصيل اكتر كنا نروح لتطرق الاتحاد الاتحاد الافريقي لان الاتنين على فكرة مرتبطين مبعض اتحاد الافريقي والاتحاد مصري بكرة اخر معادل تقديم وغلق باب الترشحات في الكاف الاتحاد المصري لسه مستمري للثبت الجاي فالمشهد مش بعيد شوية ولكن انا اتناقش في هذه الملفات وفي موضوعات اخرى تخص النادي الاهلي ولكن بعد الفصل اعلم بحضراتكم من جديد عايز اقولك يا سيد عبد الحكيم وممكن والحلقة شغالة جات لي استفسارات كتيرة واسئلة كتيرة بس اهم السؤال عجبني واحد بيسأل بيقول في بداية الموسم الاهلي خسر بطولة ومع بطولة السوبر الانتقادات زادت شوية بس قدر الاهلي يرجع بسرعة ويطلع من عنقه الزجاجة على المستوى الاعلامي والصحفي انت شفت الفترة دي كانت فترة حارجة اللي بعض كان بيحاول يضغط فيه على الاهلي زيادة عن الحد شوية ولا الكلام اللي كان بيتقال في صياق موضوعي طب انا عايز ليه بس تعقيف موضوعي الحكام طب اتفضل ماشا نختب الموضوع ده هي المنافسة بتقتصر على الظلم التحكيم والعدالة التحكيمية بس لا طيب فحاجات كتيرة جدا يعني انت لو محاكم يظلمك عادي ورد ان هتعد مطش لكن المهندس خالد مرتاج كان اول مبارح فيه لقاء امين سندوي النادي الاهلي وقال كلمتين الناس مقفيتش قدامهم كتير كعادة اي حاجة تخص النادي الاهلي رجل تكلم على معايير النزاه المالية دي مهمة جدا رجل تكلم على نقطة مهمة جدا مصدر دخلك من ايه وغير كده انت لما تيجي تتكلم تعال اقول لي اني النادي معين اجمال الانكم بتاعه مثلا الدخل بتاعه كرعاة وحوق التسويق والكلام ده كله ما يعديش 100 مليون جنيه وبيصرف مليار جنيه سنويا طيب انت لو طبقت معايير النزاه المالية المفروض المفروض يكون حجم الدخل بتاعه وصل 900 مليون جنيه طيب هديجي تقول لي ايه علاقة ده بالمنافسة والكلام ده كله اقول لك النادي الاهلي مثلا بيبقى مضطر يدفع ضريب وتأمنات وكل حق الدولة وكل التزامات وتجاه الاندية والاتحادات المحلية والقرية في جميع الالعاب وليس كرة القدم لوحدها رغم ان احنا مفروض ما نتكلم عن كرة القدم مزبوط الفواري بينك ما بين الاندية اللي انت المفروض بتاخدر رحصة وانا هنا سؤالي اتمنى للناس اللي قاعدت سنين تقول لك والنادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيل في الاسماعيل ليه تجاوب على السؤال ده كيف تحصل الاندية بعينها على رخص مشاركة محليا وقرية ده على فكرة ده عايز حلقات لا لا انا عايز مجاوب على السؤال ده بس تتعرف ان انا سكت فيه غرامات قب كده صدرت نتيجة ان انت مرحت رخص بالمخالفة لللوايح تمام يعني انت متفق معايا تعال لنادي الاهلي لو انت بتتكلم تقول لنادي الاهلي انت اقل نادي الاندية اللي حنم بتتكلم عليهم في فرق 600 700 مليون جنيه في السنة ادينه 500 مليون جنيه للنادي الاهلي زيادة على المزاق ما هو انت حددك دلوقتي انت متمتع بحتة اني النادي الاهلي بيدفع كل التزيادات فيها اندي ما متدفعش فانت موفر لربعات 500 مليون جنيه في السنة صح ادى الاهلي ما متدفعش 500 مليون جنيه في السنة هيبلعات بتاعتها في صفقاتك في دعمك في معسكراتك في الوفشن اللي تديها لعبتك حوافز لعبتك بشكل معين في قود لعبتك في استثماراتك في لعبتك 500 مليون يفرق معك كم سنويا يفرق معك في قد ايه كتير يفرق معك في حوافز قد ايه فده لو حدك بتتكلمنا على عدالة وتنافسية وحكام والكلام ده كله كلمنا عن النقطة دي دي نقطة مهمة جدا محدش بيتطرق لها عدالة المنافسة ما بين الان دي التي تنافس على القمة باطل وبهتان وزور لان انت ده معيار مهم جدا والفلوس دلوقتي كرة القدم فلوس كرة القدم استثمار كرة القدم يأسسها فلوس الحتة دي غابت على فكرة بص على الحوار كله تعمل مهندس خالد مرتجي النقطة الوحيدة اللي محدش بتطرق لها هي النقطة دي عارف ليه؟ اللي بتوجع بتكلمة جدا والله بتوجع كل الحوار بتعمل مهندس خالد مرتجي الناس مسكتوا في وصصيته كلمة كلمة معدى العشرين سانية دي رغب من العشرين سانية دول تبنى عليهم صناعة رياضة وصناعة كرة تبنى عليهم بطولات حرام كتير مش منافسة بطولات بطولات زي ما بيقول سيد راجب بطولات تبنى عليهم كتير جدا والله بتكلمك جد نرجع بقى للنقطة اللي انت كنت بتكلم بداية الموسم والمناقشة لنتائج الأهلي هتت منقشة موضوعية ولا كان الهدف منها انك تخلص على الفرق أبادر بادري لا هي مش مناقشة موضوعية طبعا لو انت بتكلم منطق وموضوعي النادي الأهلي اللعب اتمرن قبل كده قدي رغم من مثلا مع كامل احترام جمهير نادي لا أهزعل تماما على فكرة مش محدش يتكلم جمهير نادي ورد فعلهم كان جزء من الفرقة كمان تفوق شوية هو اللعب انافسي على فكرة كان كابتا حسين الشحات قال انبالح كده مع كابتا شبير وكان اللعب اكلها قالت لكن احنا كنا مش عاربون ده طبيعي لكن انت خسرت بطولة بعد قد ايه انت محق تارجت سنة اللي عدت واخد مش عارف كم بطولة انت مخصدش غير بطولة واحدة سبك من دور السوبر الافريقي السوبر الافريقي فانت خسبت كل البطولات خسرت بطولة وهزف بطولة من مباراة وضربات الجزاء على فكرة عشان بس ايه تكمل الجملة بطولة من مباراة وضربات جزاء لكن هي قدام المنافس التقليدي بتاعك اللي هو الزمالج صعب على جماهير النادي الاهلي وده بوضوه لكن تعال بص التناول الاعلامي انت طلعت القط الفاطس في رئة النادي الاهلي مرس الكولر اللي حقق 90% من بطولاته اصبح مدرف فاشل 11 بطولة غير دلوقتي في ظرف سنتين اصبح يا سيد محمد مدرف التقييم هنا اسم محمد بيرتبط بالقطعة للأسف احنا عندنا ناس دلوقتي او بالانتماء او بالانتماء مش مختلف معك في الجملة دي بس انت المفروض تطلع تتكلم تتكلم بالحق انت عارف تقييم جوزي جوميز وانا اسف نقول لأسماء بيتقيم على مدى الفترة اللي عملها فيه بانه عمله مع النادي الاهلي كسب الاهلي مرتين وانه حتى اللي خسروا من الاهلي خسروا من ضربات الجزاء ده سبب بقاء جوزي جوميز في نادي الزمال ده التقييم النادي لقى تقييم مختلف وخد عندك أصلي والضغوط بقى اللي بتتصدر انا على فكرة بحب نوعية مرسل كولر جدا سبب من قسط اهلاو ومشاهلون بتتكلم على مدرب وثق في نفسه جدا ضغوط بقى لحد السوبر المحلي مرسل كولر لو خسر بطولة السوبر المحلة هيمش الفرقة لازم تجيب لها 14 لعب تانا 14 لعب بيما هيا الفرقة دي جايبها البطولات طيب الفرقة دي خد كذبة السوبر المصري طيب الفرقة دي كذبة العين الامارات اللي انت كنت بتقولها هيجي يداشم للأهلي بلغة السوشيال ميديا اللي انتو مشين وراه طيب هيا الفرقة هيوقفها رجليها وكذبة السوبر المصري هل حد بيعتذر عن ما قالوا قبلها؟ ثقافة الاعتذار لا لا خلص كل واحد بعمل نسي ما قالش بقى خلاص الناس نسي نعتمد على زكرة النسيان انت لما تيجي تطلع دلوقتي تقولك اصلي ما معشور فيه كلامين فاشو عادي يقوله اصلي كهرباء مش عارف مين اصلي اللعب الفلان مش عارف مال متبقى فيه حملة اختيالات لبعض اللعبة في الاهلي؟ طبعا ولو حظك مش وقت كده ده مليون في المية وعلى فكرة انا بشفق على لعبة النادي الاهلي خصوصا اللي بيبقى عنده مثلا مش هقول حساسية شوية في حاجات معينة يعني زي ما معشور معشور لعبة في فترة سابقة في الزمالك بيبقى عندك الناس بتترصدك صح وباطل وقعت خناع عادية جدا في اي حتة بتحصل مع اي حد مع اي حد على فكرة وهي قيد القانونة مش هتطرق للوقع بتستغل ضدك ويتضغط عليك في كل حتة انت وصلت المرحلة ان اللعب ما يقدرش يخرج مع وسرتي وروح مطعم عزيزي محمد انت متخيل احنا وصلنا لحد فين انت عارف لعب كور حصلت مع عيسر بره قبل جاب الساحة مشكتنا بننسى انا هنا مش عايز اقول لك ان السلوك اللي ام بي صح ولا غلط انا بتكلم في شعورك انت في الاول في الاخر اللعب الكور حيسر محمد هو انسان من حقه يعيش حياته الطبيعية لكن انت واحد خارج مع اسرته يتوجه له كل الكلام ده طبعا في لعبة من الاهلي بتختال معنوية وعلى فكرة لما بيجي يطلع الكلام غلط محدش بيعتذلك يعني لو طلع مثلا مثلا امام عشور لما طلع براء حد اعتذر له من كل الناس اللي اتكلمت عليه لا خالص حد طلع بعديها عارف كيما تقولك ايه لا تعقيم على حكام القضاء ايه طبعا تكدت القضية منظور كنت بتتعقل عليها ليه ليه في واقعة الشحات والشيبي مثلا نفس الناس اللي قد بتكتب وبتشعل للأزمة اول ما حصل الصلح انه لقي بوسط حتى يعني يسني على الموقف ولا واحد كتب مفيش مفيش غير اتنين او تلاتة اللي قالوا ان النادي الاهلي احسن او عاقب او عزم من عقوبة الشحات لانه مدرك الخطأ اه النادي الاهلي كان مدرك الخطأ هو في حد و النادي الاهلي لما كابتن ساعد لحفيزة عمل عقوبة 300 الف جنيه وهي و هي بالمناسبة بالمناسبة عشان بس الجملة دي مهمة جدا ان دي صلاحيات مدير الكرة في اللايحة اه الحد الاقصى الحد الاقصى 150 عمله 300 لما راحت لجنة الكرة لا قلت اكلا يا باش 500 الف جنيه لازم ترجح احنا تسمى الموقف النادي طب اللعبة اللي تجاوزت في حاجات تانية هل حد تطرق لها بلاش دي خالص تعال اقول لي دلوقتي ناصر مهر في مباراة السوبر المصري النهائي تجاوز في حق حكم لا اتحطت في تقريب لجنة المسابقات ولا لجنة المسابقات ناشت الموضوع كان احمد الغندور الحكم الرابع كان احمد الغندور ولا حد نديع عقبه ولا اي حاجة خلص انت بتتكلم على مباراة لسه بالعوبة من شهر ده في مباراة تلعبت من شهرين تلاتة لغاية دلوقتي ما تلاش فيها قرارات اي شهر دي فترة كبيرة اواز محمد لا انا بتكلم على دي وعلى قبلها كمان يعني مش دي بس ما انت عندك مباراة الاهل وبيرامد عندك مباراة زمانك والمصري عندك مباراة الاهل وزاك في الفاينال بتعكس السوبر في الامارات طيب فين القرارات اي بقى انت بتوصل لمرحلة اي بقى ان انت فيه ترصد لعبت النديل حسين الشحاد لحد اول مباراة الرجل بيتصالح الرجل بيتصالح يعني انت المفروض تسمين الصلح وتنسى طيب ما كان من الاول يا عم خلاص بقى الرجل صالح والدنيا يعني خلاص بقى المفروض انت وصلت لمرحلة خلاص الدنيا صفية اجل معك بسرعة وقتنا قررت لجلت الانضباط هي صدرت ولا ما صدرتش هي صدرت وما صدرتش بمعلوماتك يعني صدرت وما صدرتش بمعنى ايه بمعنى ان انت كلجنة الانضباط اخرتها فترات طولة جدا وبعدين طلعتها في اخر 15 يوم بعقوبات كبيرة جدا 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 فهو ما تتخيل طب هالتحاد الكرة ليه سلطة انه يعلن او ما يعلمش المفروض هو يعلم المفروض يعلن بس انت صدرت طب هل مراوان حمدي ما كانتش مؤسر في فوز بيرمز الكاس مصر كان مؤسر حل هتجي تقول لس البطولات ده على فكرة كلام خاطئ انك تقول لبطولات مش منفعش اللي توقف فينا ما توقفش هنا لا ده كلام ما ما ينفعش اللايحة الانضباطية تحديدا تسل على جميع المسابعات انت تجي تقول لس ما ليش دعوة وكان بيلعب دوري لا محادت مؤسر مراوان حمدي كان مؤسر جزي جو ميس كان مؤسر جزي جو ميس رفض رفض ان يخضع ليه التحقيق امام لجنة الانضباط مرتين مرتين تم استدعاءه ما رحش مرتين تم استدعاءه ما رحش فيش حد يتكلم على فكرة ما هونا التناول انت عدت بقى ايه ايام وشهور بتتكلم في الموضوع محمود عبد منعب الكهرباء وبتحسبه على اللي مش عارف يقولك ايه النية ان هو الكلام اللي كان بيقوله ده نيته ان يتجاوز في حق النادي الزماج وعلى فكرة انا من انصار من اي لاعب حتى لو راح لكذا من يتعاق عشان محادش يقول نحن ندفع عن الكهرباء انا بتكلم في جزيد انت خلي الميزانة اسم محمد يمشي كده مصطرة المصطرة جزيد جميز ما راحش فيش حاجة اسم تقوله غرامة مليئة غرامة مليئة على ايه ده واحد لم يقدر استدعاءه للتحيق وتجاوز حكم والحكم كده ده في التأرير والحكم كده في التأرير وشريط المباراة موجود ده انت المفروض لو انا بتكلم انا العقوبة ما تقوليش اللايحة انا املك كل السبل اللي قدامي اللايحة فيها حاجات كتير جدا ممكن تخليك تعظم العقوبة اللايحة فيها باندي بيديك الحق لو انت شايف نص قانوني مش مطابق للحالة ديك الحق انك تتخذ قرار بما يتراه لك للواقع والمناسبة اسم محمد عشان ما حدش يفصل انا بنتكلم على انا قلتلك كهرباء نفسه انت كاز او انت كنت قاس عليه جدا على فكرة عشان ما استمر المرات حالما قلتلي ست شهور كم نقول لكن انا بتكلم هو اخطأ بزهاب للجامير كنت عقب العقوبة العادية مرة مبارتين او ثلاث مبارتين انت قاسية عالي جدا بس انا عايز العدالة نفس اللي حصل هنا تعملهله في وقع تاني كتير جدا رغم ان انا معترف من قولك ان ده غلط عشان بس محدش حولها ان دي اهل وزمالك خالص ولا بيرامدز ولا اي حاجة القصة انا بتكلم على عدالة وجزء من المنظومة للتحكمة اللي بيحصل لك ده نتج اللي انت بتجوز ده هروح معاك الاهل عنده جماعية عمومية نهاية الشهر وانا عرفك انت بتحب الارقام المالية الميزانية والمكاسب والمهانس خالد مرتجان طالع شرح وقال ان فيه مكاسب السنة دي جات من فريق الكورة الارقام المالية اللي انت بتشوفها وبتباحها على مدار كل سنة السنة دي شايفها ازاي وهذا الجزء اللي حبنتكلم بالنزالة المالية برضه ميزانية اللي تندها لسبعة مليون سبعة مليار مية حاجة واربعين مليون جنيه طب بص حجم الميزانية تمام قيمة ارباح الميزانية قطعة كورة ارباح قطعة كورة تقال منها 68 مليون جنيه يعني ميزانية قطعة الكورة 68 مليون جنيه ارباح في الوقت اللي فيه اندية تانية بتتكلم في خساير باعتراف امين السندوق بنفسه انبارح 3 مليار جنيه فرقش هسع 3 مليار جنيه وبيشارك افريقيا وبيشارك دوره والحياة عادية والحياة لذيذة ومفشدنا مشكلة في الموضوع انت هنا ارسو محمد انا كنت في مرة معاك في تغطية لو تفتكر كنا في تغطية احد رعاية الناد الاهل وبرتلك الناد الاهل كان بيفكر من وقتها في الرعاية المقبلة لناد الاهل ده سيستم ونظام في الناد الاهل سيستم ومؤسسية الاهل بيشتغل من سنتين على عقد الرعاية الجديد بتاعه اللي هو عشرين خمسة وعشرين اللي هو في شهر تسعة عشرين خمسة وعشرين يعني من سنة بادئ فتتوقع الارقام هتتضعف في الفترة جاية سواء رعاية أو بس فضاي طبعا وانعرف انت عنك مفاجئات موضوع بس الفضاي الناد الاهلي بيشتغل على حتة ان يعظم الرعاية بتاعته تبقى بالعملة الصعبة جزء منها يبقى بالعملة الصعبة بالدولار وبيفكر في التفكير ده وبيحاول يوجد حلول للقصة دي لانه الناد الاهلي يعانى وعلى فكرة ده جزء مهم جدا للدولة ان انت تشتغل بالتوازي مع فكرة الدولة في ادخال السمار جوه البلد فالناد الاهلي بيشتغل بنفس الاطار اللي بتشتغل به الدولة المصرية طيب احنا دخلنا على انتقالات يناير كلام كتير بتقال في المواقع على مضوع الصفقات انت مقتنع باللي بتقال ولا لسه شوية خلنا بمتفقين لا بص ما فيش حاجة رسمي لحد دلوقتي مرسل كل اللي حد مسافر ما قدمش حاجة ما قدمش حاجة ما قدمش حاجة يعني كل اللي بتقال أصلا في المواقع هو طلع في المؤتمر الصحفي الرجل يعني كان مواضع اه هجيب صفقات في يناير قالك كده هجيب صفقات في يناير طب الصفقات اللي جات مش عاجبك اللي بني قال لي مش عاجباني لكن انت قدامك شهرين في الشهرين دول هيبقى الفايصل فيهم لكن انا عايز اتكلم بس في مؤتمر مهم جدا كويس سريعا عشان لسه هاخد سؤال الحلقة والمشاركات حاضر يوسف ايمن محمود متولف فترة من الفترات كان قريبا جدا من الراحل من سنة واكرم توفيق قبلها واكرم توفيق محمود كهربا محمود كهربا كان خلاص كان اعتبره مش موجود في الملعب ورجع يوسف ايمن مطش لم يكن موفق بصورة بظهور في اصابة منفعش نقصه عليه ونقول لك هس هو برا حسابات مرسل كون ده الناس مشيته خلاص وعلى فكرة حتى لو مش ده مش مشكلة طب ما انت فيه انبياء تانية جايبها 12 صفقة ما نجحوش كلهم مش ورفعوا اعضايا بـ 2 مليون دولار و 2 مليون دولار وقعتش فيتكلم تمام طيب الوقت الحلقة بيجرب سرعة وستاذ عبدالحكيم بصراحة بيتكلم تفاصيل كتيرة بس احنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة محتاجين نستعرض كل الناس اللي شاركت معنا في الإجابة على السؤال وبالمرة هو موجود معنا برض يشوف تعليقات الناس على سؤال الحلقة رأيكم في اختيارات كابتن حسام حسن لقيمة المنتخب اللي هتشارك في المعسكر اللي بدأ مبارتي الرأس الأخضر وبيتسوان نستعرض مع بعض طبعا التعليقات ونشوف رأي الناس معنا احمد يوسف بيقول الاختيارات فيها صح وفيها غلط زي اي منتخب في العالم بالتوفيق ان شاء الله ماشي ده رأي احمد يوسف معنا محمود صبرة بيقول اين افضل لعب في مصر اين امام اوكي والنار ده احنا ردينا على جزئة امام وحسن الشحات محمد عادل بيقول والله هو فيه 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 مليون علامة استفهام على عدم وجود حسن الشحات في منتخب مصر والمفروض حسن يعمل ايه تاني عشان نروح المنتخب اعتقد النار ده ردينا على جزئة حسن الشحات كمان فارس بيقول فيه لعبة كتيرة تظلمت انها ما انضمتش طالما كده كده بيجرب لعبة جديدة كان المفروض فيه اسماء تنضم اوكي طيب ده واحد اسمه ابرز المواجبين هاشم عبد المطلب بيشارك وبيقول فيه نواقص كتير على قيمة المنتخب هاشم يمكن من ابرز الناس اللي بتشارك معنا في الاجابة على السؤال عطية محمد بيقول الراجل صاعد وبيجرب وقدام بيكسب اكيد احنا بندعمه درائي ايجابي على السؤال اللي طرحنا سيد حكيم في 3 ثواني القيمة كانت تحتاج لعبة تانية عشوره والشحات ما بينضموش بص خلينا اتفق انه ممكن يكون هو وجد نظره في مام عشور دلوقتي مش محتاجه وكي ما فيش مشكلة كان لنا عندي علامة استفادة على اكرم توفيل اكرم توفيل اكرم توفيل لا يستحق التواجد في ظل ان انت في لعبة متبتهاج تمام نورتني وشرفتني سعادة بوجودك معنا ودايما بإذن الله نورنا في برنامج التريند شكرا جزيلا فقرة حوارية كانت مهمة جدا تناولنا فيها ملفات كثيرة جدا سواء محليا او قريا والحلقة كمان كانت فيها تفاصيل مهمة الاعلان عن قرأة مونديال الاندية في امريكا تأكيدا اللي انفرضنا بينا في برنامج التريند يوم 15 تواقم التحكيم لمباراة الالي في دور الابطال تفاصيل كثيرة جدا لكن بالتأكيد كل يوم هيكون عندنا الجديد في برنامج التريند في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة